صباح يخطف من الشمس دياء وأمل يمسح قلم القلب وعناء صباح السعادة صباح التفاقل النهاردة معينا حلقة مميزة جدا الأول هرحب بذنيني شادي صباح السعادة يا شادي صباح الخير صباح السعادة صباح الجمال أنا بضيف النهاردة صباح الجمال عشان إحنا هنتكلم عن مسابقة الجمال وملكات الجمال فلازم أرحب طبعاً بالجمال وأستاذ سامح عاطف ضفن العزيز وأحدى الملكات الجميلة ملك صباح الخير بس إحنا لازم نصحح إن إحنا مسابقتنا النهاردة أو ضيفنا النهاردة وأستاذ سامح عاطف رئيس مهرجان مس نايل مش أي مسابقة مسابقتنا النهاردة مسابقة مس نايل وقبل ما ننقل لأستاذ عاطف والجميلة ملك هنرحب بشي بغضاء صباح السعادة صباح السعادة يا داليا غدا عملنا ايه النهاردة؟ نجريسكو بالفراخ طب انا حجزة كان معتاد يعني ايه الجديد هنزيبك تشتغلي في النجريسكو بتاعك واكيد هندوق اخر الحلقة صباح السعادة ونهاردة زي ما تقول نالكو ان احنا معينا الجميل سامح عاطف اهلا بيك زيكو سيزاليه واهلا بس الشادي سامح ممكن تكلمنا كده باختصار عن نيس نايل الفكرة اتولدت مع سامح عاطف ازاي وخصوصا ان انت اسمه معروف في مجال المهرجانات فلما يبقى فيه مهرجان عليه اسم سامح عاطف اكيد هيبقى حكاية في الاول انا بوجه الشكر لكل الناس لنا اشتغلت معهم اه الناس اللي انا اكتسرت منهم خبرة بدون ذكر اسمي ان انا استفدت مع الناس دي شغل وكسبت منهم اما بالنسبة المسنايل ده بعد احوار اه ميس نايل ده الفكرة جاتلي من من سنتين ثلاثة كنت بقعد عن نيل وكنت بشوف الفيلم بتاع زمان بتاع رجدي ابوزة اوديا هميس الله اودي الى ارض الواتد تماما الحاجة التانية مسابقات الجمال اللي في مصر مع الاحترام لكل ملكات الجمال اللي في مصر تقريبا ما منستفدش منها بعد اه بعد الحدث انا عايز يبقى فيه حدث وموراء الحدث اه يعني الشوء الاعلامي يبقى بعد مش قابل اه انا لما عملت الدقة الاعلامية دي الحمدلله ومفضل الله يمكن حضرتك عارفها اكيد والسيشة دي عارف ان انا عامل شوء اعلامي برموهات وتصوير وفوت سيشن مختلف اه اه سيشن عجبني البنات وهم عني متشعليين في المركب متشعليين وآه يعني يا ريت كنا جبنا الصور للأسف اه الوقت ما قتحشل اني وقتك الحقيقي احنا لغاية كنا اول ان برحش حسينت معنا ولا لا اه اه انا طبعا بوجه لكم الشكر بوجه لكل دارة القناة الصح والجمال وطبعا تعالوا بقى نتكلم شوية في المسابقة طب انا ممكن قبل المسابقة اقول كلمة على الهوى لو استاذ سامح عاطف تفضلي استاذ سامح اه اه عرفت فلان لا عشرت ويبقى ما تعرفوش اه فعالهوى انا فخورة ان انا اعرف سامح عاطف سيح عاببت ربنا خليك وبعتذر قدام الناس كلها لا لا يا حاببت عبير عن اي فكرة خطأ كنت واخدها عنك سيح عاببت مرسي ربنا خليك فحقك علي قدام المشاهدين ان انا اقول سامح عاطف شخصية رائعة ومحترمة ولان ما تشوفوا شغله هتعرفوا قد ايه ان هو انسان مختلف الحمد لله مفضل الله مفضل ربنا علينا ان هو بيدينا حاجة كده الكتمان في نفسنا فاي حد لو انت كتمت في نفسك بتقدر تظهر للناس حقيقتك لو انت كتمت صح تقدر تظهر صح انما انت ممكن تبوح للناس بكتمانك قدامهم ممكن نعرفوش سر انتباعك هياخدوا عنك الفكرة الوحش انما انت تسيب حاجاتك هي اللي تخيل للناس هي اللي تحبك او تكرارك اه اه فاهمني ازاي شلي هي داليا كان حصل موقف لا لا خالص لا 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 خالص مفيش اي موقف مفيش اي موقف انا طبعا بوجدها الشكر على على اللي هي بتقول ان انا اعتزارتان مفيش اعتزار ما بين اه هي بره الميديا يا اختي وصدقتي انما احنا بنكمل بعض وتمالي لو اشتغلنا ان احنا نكمل بعض ه نكسب كتير المجال ده بتاعنا بالذات المجال والمجال فشن لو احنا كملنا بعض هننجح حقا بس وانتوا بقى نشوف انت عايزين ان انا معاكم كلمني طب ياسامح عن الهدف من المسابقة انت قلتكلمة برضوْ في الاول قلت الهدف ان ما بعد الحدث كل طبعا المسابقات بتاعت جمال وملكات الجمال بتهتم بالشو الاج起 فكرة سامح عاطف ما بعد الحدث ايه الي ناوة اشتغال عليه ولا ده مفاجأة هتكتم عليها؟ لا لا عايز نتكلم طالما أنا أول قناة لأعطي فيها الصحة والجمال وده شرف ليه طبعا اكسلوزيف ستتين دقيقة حياة سامح عاطف ومس نايل اللي هيكسر الدول أولا أنا يمكن مش أبوح بكل الأسرار عشان يبقى فيه ادينا بس الخطوط العائدة أولا بنت النيل لما تيجي تختار بنت النيل مش شرط جمال الجمال عندي خالص وهم حاجة تختار وبرضو الثقافة في البنت احنا بنشوف ناس مثقافين جدا بس عندهم مواصف حاجة كتير ازاي يعطفوا على الغلبان؟ جبر الخواطر جبر الخواطر مش هتلاقي ده البنت المتعالية استحالة تفتح عربيتها وتنزل تدي لواحد أي حاجة لا ده أنا بنشوفهوش للأسر فانت أنا بعلم بناتي برضو إن هم يعملوا كتير جميل أوي كونسفت بناتي أنا أول حاجة أنا بحب المصطلح ده جدا أنا بتعلم بهم طبعا زي هم بناتي لأن أي والدة واحدة فيهم واسقة فيها فبتسيبهم لي فخلاص أنت بتتعامل لهم بناتك بس جميل المصطلح قبل ما نرجع لملك عشان نشوف بناتك حنستأزمكوا ناخد فاصل ورجعين علشان بناتي النيل بنات سامح عاطف جايين راجعين فاصل استنونا رجعنا لكم تاني مع ورجعنا بعد الفاصل ومعانا ضيوفنا ملكات الجمال إحنا طبعا سامح مش كلهم جوم النهاردة نظرا للوقت بتاع البرنامج بس قبل ما أنتقل الجميلات عايزة أسأل الجميلة ملك صباحك سعادة يا ملك صباحك النور يا طرق أنت عرفت عن المصابقة إزاي وتقدمت لها ليه تعرفت على المصابقة بصراحة هي جد بصدفة بحثة جدا اتقدمت للمصابقة لإني حاستها مسابقة مختلفة ما فيهاش أي نوع من أنواع العنصرية الروح حلوة جدا مستر سامح نختار بنات زي ما بيقول منوع فيهم جدا عارف البنات المصرية ملامحها ممكن تكون عاملة إزاي فاختار بناء عنها بنت النيل إن هي تمثل نهر النيل عام في مصر كامل فدي حاجة لفتتنظر جدا للمصابقة وحبتها فتقدمت للمصابقة وإن شاء الله يكون لكي حظ في التايتل في المصابقة وأنا شايفة أني لتنظر نقول كده لو ملك خالد وصلت للمصابقة إيه شعورك وهتعملي إيه؟ هو هيبقى شعور عظيم جدا ليوسف بصراحة أول حاجة أنا عندي هعمل حاجة خيرية قوية جدا إن شاء الله هتكون مميزة ومختلفة جدا آه آه بس آآ مستر سامح الحقيقة أنا شايفة انتقائك للبنات آآ راقي جدا الحمد لله وأنا أول ما دخلت الستوديو وما كنتش آآ يعني لسه فقالتلهم دول بنات سامح آآ بيبقى فيها آآ البنات بيغروا من بعد ممكن تجاوبي يا بلد هو أول حاجة عملها إن هو خلانا نعرف بعض بشكل حلو جدا عرفنا على بعض إن إحنا أخوات مش متسابقات مفيش أي نوع من أنواع النفسنا ما بيننا تماما ده حقي آآ اللي تاخد الملكة زي اللي تاخد الوصيفة حتى اللي خرجت من المسابقة هي موجودة معنا هي أخت لنا جدا آآ علمنا إزاي إحنا نساعد بعض آآ نختار مع بعض الستايل نساعد بعض ما فيش حاجة اسمها نفسنا دي أحلى دي أقل دي لازم تكون طالعة بمظهر أحلى لأ إحنا كلنا أخوات لازم تكون في روح جمعية كاملة لنا كأننا قاعدين في نفس البيت طبب شادي محضر إلي للملكات اللي معنا آآ الملكات اللي معنا تعرف بس بيهم الأول كده تعرفنا كل واحدة اسمها آآ صارة شكري صارة شكري آآ مننا منا محمد أصغر المتسابقات مننا يا ثاني أصغر أصغر واحدة مننا آآ إسراء محمود إسراء كلميني كده إسراء عن المسابقة أنت من أسوان آآ إيه اللي خليك تدخل المسابقة أو تقدمي في المسابقة؟ آآ طبعا المسابقة حاجة جميلة جدا جات لي كده برضو صدفة آآ فطبعا فيها أهم حاجة عندنا في المسابقة إن هي الثقة بالنفس آآ طبعا فاندخلت زيادة ثقة بالنفس ومستر سامح بصراحة عامل معنا مجهود كبير جدا يعني تقولي إيه طب لراجل ده له وصلت إلى المسنايل؟ لا طبعا يعني ده طبعا كل الفضل هيكون لي بعد ربنا طبعا ويعني هيكون متشكله أكيد طبعا هو يعني هيكون معايا دايما لأنه وغداي يعني كدوة لي مرسي يا إسراء مننا بقى أصغر متسابقة في المسنايل مننا أنت عندك كم سنة؟ عندي 17 يا رب دي 17 سنة متخيلة نفسك مسنايل يا منا؟ ولا ولا أنت داخلها علشان تخوذي تجربة فتغذي ثقة عشان سنة الجاية تبقى مسنايل أنت شايفة إيه؟ أنا والله يعني سايبها على ربنا كده ولو خدت إن شاء الله مسنايل لا إحنا قلنا ثقة بالنفس بقى مدمش وليسه أخذ درس برح ثقة بالنفس لا 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 ثقة بالنفس بقى يا منا يعني كنا نعموا حضرا برح ثقة بالنفس أنا عايز كدوة ثقة بالنفس إسراء 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 سارة سارة قوليلي بقى أنت من ساعة ما دخلتي الصبح وانت عاملة جوة من الشاء وشأية أوية البنتي عاملة شاء وحلوة كده الخريجة ولا بتدرس يا سارة؟ لا أنا متخرجة متخرجة من إيه؟ حاسبات برمجة وبشتغل مزيعة طب مزيعة كمان؟ لا طب كده إيه؟ إنتا بدخلهم ياصع علينا يعني أنتا مزيعة يعني على فكرة سامح عاطف إعلاني فإحنا مش قادرين عليه الحقيقة البنات يشرفوا؟ المجهود واضح أنا بس أريد أن أشكر مستر سامح لأنه فعلا يعني عامل مجهود فضيئ جدا مذيعة تاخد نايك لا بس فعلا هو مجهود يعني لازم نشكره عليه ومستر أكرم فعلا مساعدنا جدا من خالينا أنه نحن على الجروب كان لنا إخوات بنسأل بعض هنعمل إيه هنمشي في المسابقة إزاي فطبعا ده مجهود كبير جدا المحاضرات اللي بناخدها في المسابقة بنستفاد منها جدا فإحنا بنشكره يعني وإن شاء الله نقدم حاجة كويسة إن شاء الله إن شاء الله إحنا منتظرين من بنات النيل أن هم يمثلوا نيل سامح تفضلي معك شكرا للملكات وطبعا الأول قبل ما رجع لك يا سامح شكرا لبناتك بنات النيل وحنستقبل تاني بقية الملكات مع سامح بس عاوز قبل البنات ما تخش كده في سؤال عايزة أسأله لسامح وسؤال هيبقى في المحك شوية كمان اختيارك للجنة التحكيم إيه المعايير وإيه الشروط وإيه الكوادر اللي ممكن تحكم في مسابقة أو في مهرجان كبير وقوي وحساس أولا أنا حطت 11 واحد في لجنة التحكيم 11 واحد يعني هيعودوا كده 11 حكم أكبر منصة على مستوى العالم أكبر منصة على مستوى العالم ما فيش منصة هي بتبقى لإما حاجة قوية جدا 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 لإما سبعة لإما تسعة عدد فردي أه إحنا كم بقى يا سنة؟ إحنا 11 واحد 11 حكم جامع ما بين عالم الفن تمام مش هنقول أسماء لا 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 محمد إحنا عنام الحلقة تانية بقى حسرية بقى من المهرجان نفس والإعلام والسفراء ما شاء الله وخبراء التجميل على مستوى مصر ومستوى العالم عظيم يعني أنا جايب من أرمينيا أرمينيا وجايب من مصر جميل معي خبراء شعر وهم يعتبر رقم واحد في مصر في الشعر تامح طبعا إحنا الملكتين بنات النيل دخلوا يعرفونا بنفسهم عرفنا بيهم يا تامح ممكن المايك بعد إذنك يا نوع عرفين بنفسك أنا نوع الطاهر خرية إعلام القاهرة وبشتغل موزيعة كل اللي دخل علينا فشتغل طبعا إحنا نمشي طيب ولا إيه نعرف الجميلة مروة محمد بكاريس تجارة سامح إحنا إحنا في حاجة أنت عاملها جديدة جدا ممكن أحرقها ولا يعني بعد إذنك فضاني معاك سامح لحقيقة عامل في المسابقة حاجة واحدة بس تصويت للحضور يا بيش ما بيش حاجة بعد مني للحضور فخلاص ما بيش للحضور أولا إن شاء الله أنا اكترحت أن يبقى فيه فوت للجمهور بنسبة كم؟ يعني إن 11 بحكم 30% الجمهور 30% الجمهور 30% الجمهور 70% لجنة التحكيم 20% التزام وحضور داخل المسابقة طول فترة المسابقة الله علي أه يعني عندي الملتزمة أكيد يبقى ليها درجات أكيد فهي بدي كل الناس فرصة إن هي تقدر تعود يعني لو التزامة بمواعدها كويس طول الفترة ووقعت في حاجة تعود تعود لو هي مش ملتزمة في المعاب بتيجي متأخرة ما حضرتش تمرين ومش ملتزمة وجاوبت كويس قدام لجنة التحكيم وخد التصويت تعود يبقى أنا بدي الفرصة 100% للكل إن هو ممكن يا خطاتي والحقيقة دي طريقة أنا شايفاها فير جدا منتحة الشفافية إن كل اللي بنت تاخد حقها في التصويت دون مجملات دون تدخلات دون جواند ميول شفافية تعجل كمان عايز أقولكو عليها إن أنا مش موجود في لجنة التحكيم دي مفاجئ أنا مش كل رأس اللجنة التحكيم على رأسي طبعا كل رأس المعرجانات هيبقى متنوعين من الميل والفيميل يعني فيه أنصر رجالي وأنصر نسية أكيد في اللجنة هم منقسمين الأربع رجال أربع رجال إيه ده كمان الرجال أولا يليل في اللجنة يا سامح مع سبعة ستات لا لا خمس رجال خمس رجال أو ستة ستات هناخد فاصل وراجعين استنونا ترجمة نانسي قنقر 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 يا سامح وربنا يوفقك في المهرجان بما على خير وكل شوية كده تخترع مهرجانات وتبتكر مهرجانات وربنا يا سامح إن شاء الله وبإذن الله يكون إبنت يلي بكل الناس الموجودة فيه إن شاء الله وقد عوكم تكون موجودين معنا وإذن الله ورجعنا لكم تاني في آخر جزء من فقرتنا النهاردة مع ملكات الجمال ومسابقة ميس نايل آخر حاجة عايزة أخدها من مروة ونها تحبوا تقولوا إيه لمستر سامح واللجنة التحكيم المسابقة أنا عايزة أقوله مرسي جدا عن موجود اللي هو عبطله معنا لسه بنقول الثقة بالنفس الثقة بالنفس أما لما تطلعي قدام اللجنة هتقولي إيه؟ ثقة بالنفس خليها يقول البنات تغيرين برضو لا 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 والحقيقة عامليه مجهود ومن الصبح صحيين بدري وإحنا لو كان عندهم ترينينج برحة آه بصراحة مستر سامح تعبال معنا بصراحة بيعمل معنا كل مجهود بيطلعونا بأحسن ثورة شكرا لك يا مروة نوها كلمة في عجالة كده عايزة تقولي إيه؟ أنا عايزة أقولي مستر سامح مرسي بجد على المجهود اللي أنت بتبزله معنا حقيقة المسابقة مختلفة مش زي بقيت المسابقات يمكن عشان أنا شاركت قبل كده في المسابقة لا مستر سامح عامل ترينينج بجد شكرا شكرا وقبل ما ننهي الفقرة سامح شكرا لأن المسابقة بتاعتك خلية من العري آه أنا شايف فعلا في الشام المسابقة خلية من العري سامح مقدم بنت النيل كما ينبغي أن تكون ثقافة أخلاق إتيكات ثقة بالنفس أنا شفت حاجات انبهرت البنات هنا مكسفين جدا على فكرة سامح تحبتني الفقرة بإيه؟ أحب أنا الفكرة بشكركه طبعا على استضافتكم ليا شادي ومبسوط جدا أن تعرفت عليك يا شادي أنا عظيم الشرف لك حبيب بشكر كل كل العمل بشكر كل قدرت الساحة والجمال وبشكر كل العمل لأن أنا متعود تمني بحب بشكر كل الناس حتى الناس اللي شغالة معي بشكر الناس اللي شغالة معي وتعبانا معي من أول مصورين معي عيسى مالجمال معي عيسى محلي معي أحمد نور معي أكرم درة معي عيسر حماية وهاني هاني يزعل مننا وهاني جمال هاني يا هاني يا جمال معي فريق أعمل أنا بشكرهم على الهوى مال لا يشكر الناس اللي هشكروا الله وبتمنى ربنا يزيدك لنا التوفيق وإن شاء الله بإذن الله انتظروا بنت النيل في خامة كويسة مش انتظروا بنت النيل بحاجة كويسة بخامة كويسة تدل على بنت النيل لأن إحنا بنت النيل ده اسم كبير جدا أكيد لازم نعرف أن اسم النيل ده بيمثل مصر كله مش بيمثل إن مسابقة وعرض أزياء على فكرة أنا نص المسابقة مش عرض أزياء شكرا لسامح عاطف شكرا رئيس مهرجان ميس نايل بنت النيل الإعلامي المتميز المتقلق اللي أنا كنت خايفة جدا وإن أنا هحاور معاك لإن أنت غولة على المايك نورتنا نورتنا يا ملك نورتونا يا بنات فاصل واستنونا بحلقة بعد ميس نايل مع ميس نايل وسامح عاطف ميس نايل ورجعنا لكم بعد الفاطر وإنت بتعمل إيه عم شادي عمال تقلبه كده لأ أنا اللي هعمل لكم المرادة الأكل بقى يعني أنت بص المجرسكو راحتها تجمل وإنا شادي اللي هيقدم فاكر تجرسه المجرسكو أنا زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت إن أنا بعرف أطبخ شاطر جدا يعني على فكرة شادي والله العظيم بيفتري عشان غدا قاعدت تجاهس الحاجات دي من الصبح شيف غدا صباحك سعادة صباحك سعادة الريحة الأكل وإحنا قاعدين الزيوف جاعوا على فكرة عشتي إيه فاهما مش هننسى نروحب بخبيرة التجميل والميكب أرتست أمي مغربي صباحك سعادة صباحك سعادة المرسي على اللوك يا اللوك من فضلك اللوك أمي مغربي باي أمي مغربي أمي انت محضران للنهاردة حاجات طبعا أكيد طبعا نصيحة للبنات والاستفتات النهاردة هتعملهم إيه هنعمل يعني شوية سكريبات كده خطيفة وصهلة سريعة الله تأشير للبشرة وممكن حاجة تانية برضو للحبوب والدفوات بتبقى حولنا البشرة كمية معلومات مفيدة هكيدة أنا أخذها منك بس نسأل غادر كم لئة غادر بقى من نجريسكو بالفراح عندي نصف مكارونا نصف كيلو مكارونا شرائب سلقتها وعندي نصف كيلو لبن ثلاث معلق دقيقين دورتهم على النار زي البشاميل بس أنا مش بخمر الزيق هاملها زي كريمة خفيفة كده خالص ومش أحط لزيت ولا ثمنة ولا زبدة لإني طبعا أنا الفراح عندي هي مسلوقة أنا شوحتها بزيت وزبدة زيت وزبدة هاملح وفلفل طبعا احنا مش قلنا نقلل كلسترول طيب يا شيف عشان كده ما حطتش أي حاجة في الكريمة هامل يعني ما مينفعش يا سمنة يا زيت لبن ودقيق وملح وفلفل قسود فقط أنا ممكن أستخدم المعلقة دي طيب ما شاء الله يعني من غير سمنة ولا زيت وشكلها عامل كده يعني احنا عايزين نقول اللي بيتفرجوا علينا لإن احنا عندنا اعتقاد يا شيف غدا إن كل ما نقطر السمنة اللي بشامل لي ما يكلكها عالش السمنة لأ عالي زيت كريمة الكلسترول دلوقتي احطت الفراخ احطت الفراخ الدكتور شازي حطت الفراخ وحطت عليها الفلفل الألوان عندي ثلاث حبات فلفل الألوان اه وهطيت زاتون شرايح ومشروف وقلبتهم مع بعض يبقى احنا عندنا الفراخ مسلوقة ومتشوحة عليها فلفل ألوان شرايح عليها زاتون ومشروف انا كل ده مكتوب في المأدير هتنزل عالشاشة اكيد المأدير هتنزل عالشاشة ونص كيلو مقارونة شرايح حطتهم انا كده على بعد هنزل بقى بالمقارونة آه هننزل بالمقارونة عليها مش هنحط زي البشامل انا فاكرا ان احنا هنحط طبقة أو طبقة هنقلبهم بس الأول بيعملوها كده بيعملوها كده طب ممكن عالي برما تقلبي امي من فضلك تقول لنا السكراب بتاع التقشير النهاردة اول حاجة النهاردة هنتكلم فيها هنقول لك مكوناته بسيطة جدا معلقتين سكر معلقتين سكر معلقت عسل معلقت عسل عسل أبيض معلقت زيت زيتون معلقت زيت زيتون ولمونة معلقتين سكر ومعلقت عسل معلقت زيت زيتون ولمونة اي بيت في كل الجديد اوه عصير ليمون عصير ليمون دول بقى دول بقى انا بخلطهم ببعض كويس لمدة 3 دقايق كده وبفرده مع الوش بحركة دائرية عشان انا قبل ما حط اي ماسك أسان لجمال اكون من الدفع البشرة كويس هرجع لك بعد الفاصل عشان تقول لنا الطريقة ازاي فاصل ورجعيني استندونا اوعي تروحوا في اي حتة عشان تأكلوا نجلسكم معنا وتعركوا الماسك بتاع التأشير هتتخدموا ازاي صباحكم تعالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التأشير اللي هي تقوليها تاني للستات والبنات اللي بتفرجوا علينا معلقتين سكر معلقتين سكر معلقتين سكر معلقة عسل معلقة زيت زتون وعصرة معلقة لمان طيب احنا بنحطوهم على بعض بنخلطهم بخلطوا على بعض كله انا اهمي قبل اهمي من كده انا بكون يعني غسول كويس نضافة في البشرة الاول وبعمل تدليق كده تدليق او ما سيش كده خفيف للبشرة عشان انا اشتركوا فيه والحاجة اللي انا هحطها اي سكريب او اي ماسكة عموما البشرة تمتصة بسهولة معك تستخدي بيه معلومة جديدة بنعرفها من خبرة التجميل امي مغربي قبل اي ستروب او اي ماسكة هتحطيه على وشك لازم تنضافي وشك بغسول كويس وتعمليه تدليق دائري لوشك عشان وشك يستفيد من المواد اللي هتحطيها وايه رأيك يا دكتور شادي في المواد الجميلة انا لسه كنت بتكلم قبل الهوى حتى مع امي بقول لها الحاجات دي ناتشورد طبيعية كل دلوقتي اللي موجود في السوق البراندات اللي موجودة كلها بيبقى فيها الكيميكال الكيميكال ده بيبوز الجدار بتاع البشرة بيسبب الحفر يعني انا بتجيلي حالات كتير المركز بتعمل ندرات كده انا عندي مشاكل في البشرة دي رعيك يا جادة طبعا الحاجات الطبيعية بتكون احسن كتير 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 من الكيمويات والحاجات الجاهزة اللي بنشتريها وبتبقى غالية جدا الوصفة اللي قالتها الوصفة عالفاظي الحاجات الطبيعية اللي اني بتقول عليها طبعا اكيد ممتازة وحكيبينها حاجة طبيعية يعني مش هتضرد في اي حاجة طب انا ممكن حفتا على محمد ياسر عمال يقولي برضو في الاربيز برضو جي عمال الفراخ نية طبعا ما دعلي بقى لا لا سرع حيط الفراخ وانتي بتعملي البشرة ده والله ما شفتوش طب اعلى الهوى يا محمد ما انت كل ما هتقولي حاجة في الاربيز هسياحلك عشان تحرم تقول انا طبعا الفراخ شوحتها هي مسلوقة شوحتها بزيت وزبدة حطيت عليها الفلفل الالوان سنية نيجرسكو انا عايز مستقوريكم شكلها لما بقيتها وتطلع بتبقى طبقة جميلة جدا الله 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 استوت يا محمد وسكوت شوية مش هيكل مش هنأكلك منها على فكرة رائعة وهتخفيفة وهتعجبكم ليه خفيفة لان انا حطيت البشاميل تمديني شوكة كده بعد اذنك تطلعها الكاميرا بخير لا 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 ايوة الله السوس خفيف جدا لاني انا مش حطا ما حطيتش خلاص انا مشوحة الفراخ بزيت وزبدة فاكتفيت بكده البشاميل بتاعها عبارة عن اللبن معا الدقيه قالبتهم مع بعض كويس طبعا ايديك تبقى عليهم وهم عالنار عشان ما يتلكعش وبعد كده حطيت ملح وفلفل اسود فقط لا غير ما حطيتش لا زيت ولا زبدة لاني انا حطا في مع الفراخ زبدة وزيت وزيت فكده كفاية اوي فهتبقى خفيفة جدا الحقيقة تسلم ايديكي وتسلم عينيكي ودايما كده يا رب منورانا باكلاتك الحلوة البسيطة اللي غير مكلفة يعني دايما الشيف غادة هدفها ان اي بيت يقدر يعمل الاكل اللي هي بتعمله وعلى فكرة مش لازم المكارونا الشرايط ممكن لو حد يستبدل بس هي اصلها شرايط اه لو حد يستبدل الشرايط بالمكارونا العادية العادية اه لا مش العادية يعني اللي هي البن البن اه شكرا لشيف غادة مرسي يا حبيبتي ربنا شادي ملحقناش نقول معلومة طبية النهاردة المرة الجاية المرة الجاية شكرا لخبرتك تجميل امي مغربي والمسك السكراب اللي عملناه استنونا الاسبوع الجاي شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر